تعاني فئة كبيرة من الأشخاص من مشكلة تقطير البول وخصة الشيوخ وكبار السن والأطفال الصغار وغالباً ما يكون سبب ذلك بتجيل البول لفترة طويلة الإمساك الشديد التعرض للبرد فاصلة وصفات طبيعية لعلاج تقطير البول تعاني فئة كبيرة من الأشخاص من مشكلة تقطير البول وخصة الشيوخ وكبار السن والأطفال الصغار وغالباً ما يكون سبب ذلك بتجيل البول لفترة طويلة الإمساك الشديد التعرض للبرد فاصلة التهاب البرستاتة الإفراط في الجماع ممارسة العادة السرية بشكل مفرط إلخ وننصح الأشخاص المصابين بتقطير بضرورة زيارة الطبيب لمعرفة أسباب الإصابة وأخذ الدواء والعلاج المناسب ويمكن البعض الوصفات العشبية الطبيعية وصفات لعلاج تقطير البول حب الرشاد يسمى بالثقاء أو الحرف وهو عبارة عن بذور حمراء صغيرة يستعمل لعلاج العقم وطرد السموم من الجسم يفيد حب الرشاد في علاج تقطير البول وذلك بتحم مقدار خمسون غرام في نصف كيلو عسل ويؤكل منه ملعقة صباحا وملعقة مساء وصفة ينزب بكمية متساوية كل من الكمون الثوم المفروم الطازج والعسل للحر ويؤكل للمصاب من هذا الخليط مقدار ثلاث ملاعق صغيرة في اليوم فإنه جيد لذلك شاي لكمون يضاف إلى كوب ماء دافئ مقدار ملعقة صغيرة من مطحون بذر الكمون ويترك لمدة عشر دقائق ثم يشرب بمعدل كوبين في اليوم ينفع بإذن الله لعلاج هاته المشكلة وخاصة عند الشيوخ الثوم تناول فص صغير من الثوم على الريق وآخر قبل النوم مفيد جدا لتقطير البول الشعير شرب مغلي الشعير بانتظام مفيد لحل مشاكل الجهاز البولي شكرا للمشاهدة